السلام عليكم وهلا بكم فيديو جديد مثل ما وعدناكم نعمل فيديوهات توب 5 أو توب 10 برمضان شكراً على التفاعل الكبير مع فيديو التوب 5 السابق من بين التعليقات كان أغلبها تسألني عن أفضل ألعاب مسلية برمضان فهالفيديو هو عن أفضل خمس ألعاب مسلية برمضان إذا عندك أي اقتراح لتوب 5 أو توب 10 حط اقتراحك تحت بالتعليقات طبعاً ما في شي اسمه ألعاب رمضان وألعاب ما بعد رمضان بس حاولت بهالفيديو أختار ألعاب مسلية وفيها القصة أو الكامبين طويل وبنفس الوقت ما فيها شي مخل الألعاب كلها سينجل بلاير ما حطيت شي أونلاين لأنه بصراحة ألعاب الأونلاين في الوقت الحالي غنية عن الذكر عندك أوفر وواتش باب جي فورتنايت سي اس جو دوتا 2 باتلفيلد وغيرها كتير فخلينا نبدأ مع أول لعبة كومباني أوفيروز 2 أنا لو كان ما عندي هالقناة فكنت أكيد رح أعمل قناة خاصة بس لتحبيب المنطقة العربية بألعاب الارتي اس ما بعرف لش الاهتمام بالألعاب الاستراتيجية منعدم بين العرب الألعاب المشهورة عنها هم شتر وسيارات وفيفا وبس يا جماعة ألعاب الارتي اس من أمتع الألعاب بالنسبة لي حتى أفضل من ألعاب الشتر وكومباني أوفيروز تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الارتي اس اللعبة تدور في الحرب العالمية الثانية تاخذك لعدة مناطق ومعارك فعلية حصلت في التاريخ المعارك تدور في روسيا وألمانيا وهولندا وفرنسا المميز فيها اللعبة عن باقي الألعاب الاستراتيجية هو بساطة الجيم بلاي ما فيها شي معقد وألف قائمة ما بترف ليش موجودات مثل باقي ألعاب لارتي اس لا لا كل شي مشروح ومبسط من بداية اللعبة وحتى المرحلة الأولى هي توتوريال وغيم بلاي بنفس الوقت فما رح تعللك لحتى تتعلم أساسياتها طول السينجل بلاير ممكن ياخد منك 15 ل20 ساعة على حسب الصعوبة بس 20 ساعة متعة حقيقية من فترة كانت اللعبة مجانية على ستيم فإذا كنت متابع القناة من فترة معناها اللعبة أكيد موجودة بمكتبة الألعاب عندك اللعبة اللي بعدها مونت أن بلايد وورباند هي لعبة RPG بسيطة اللعبة ما فيها قصة وإنما بتعطيك خيارات من بداية اللعبة وتقل لك اختار وشق طريقك وحيك القصة اللي بتناسبك بتحب تلعب لص أو قاطع طرق أو ملك أو إمبراطور على كيفك بس طبعا مرتبة الإمبراطور ما بتجي ببلاش أو بالهين لازم تحتل الممالك لحتى تصير إمبراطور عندك عدة ممالك ولك حرية الاختيار بإما تحتل واحدة منهم أو كلهم وطبعا تبدأ اللعبة بنفسك لازم تأسس جيشك وتطور قدراتك هاللعبة بالتحديد لها ذكريات خاصة برمضان رمضان 2010 كله قضيته على مونت أم بلايد يعني هاللعبة بتمتص الوقت مثل الاسفنجة والحل فيها أنه ما لها نهاية لأنه ما فيها قصة يعني ممكن تلعبها 200 ساعة وما تخلص أنا اللي صار فيني احتلت كل الممالك ففكرت ما ضل شي لحتى أكمل اللعب بس بعدها كل الملوك والأمراء اللي احتلت قلاعهم تجمعوا مع بعض وحشدوا لي جيش إلى أول مال وآخر وبظرف ساعة رجعوا كل الممالك بس بالمختصر لعبة خرافية وأوصل كل يجربها وخاصة برمضان لأنه بس أدمنتها ما رح تحس بمرور الوقت أبدا اللابل اللي بعدها تايتن كويست كمان بعرف ألعاب الدنجين كرولر ما لهم أي شعبية بين الجيمرز العرب بس اسمعوا مني أنواعها الألعاب إدمانية بشكل لا يوصف أكتر من الشوتر والرياضات وغيرها تايتن كويست هي لعبة RPG دنجين كرولر شبيهة بديابلو في كتير لعبين بي سي ما بيعرفوا إيش يعني ديابلو يخي لايش مصمي حالك لعب بي سي إذا ما بتعرف ديابلو وترى ديابلو إلى حد الآن ممتعة جدا بس اللعبة قديمة كتير والغرافيكس فيها بيض ومع تقدم الريزولوشن وارتفاع مستوى ستاندرد بالغرافيكس بعرف أول ما تشوفوها رح تقول أخ يا محلى ألعاب الجوال بس تايتن كويست لعبة ممتازة فيها نفس متعة ديابلو والغرافيكس فيها مازال جيد السينجل بلاير ممكن ياخد منك حوالي 25 ل30 ساعة على حسب الصعوبة ومرة تانية 30 ساعة بس pure joy إذا لعبت لعبة موبا من قبل فأكيد ما رح تلغي صعوبة بتايتن كويست وأكيد رح تعجبك وتستمتع فيها كتير اللعبة اللي بعدها سكايريم عشاقها اللعبة بيقولولك حط كل الألعاب في كفة وسكايريم في كفة تانية لأنها غير كل الألعاب أنا من محبين هاللعبة بس ما قولت أنها في كفة تانية برأي مبالغة بس اللعبة بالعموم من أعظم ألعاب الار بي جي يا رجل بس شوف تطوير المهارات والشخصية شي خيال بصراحة عندك قدرات أساسية مثل سيف أو سهم وطبعا قدرات سحرية واستخدام القدرات السحرية وتطويرها مع الوقت شي بالفعل ما ممكن تشوفه أو تجربه بلعبة تانية القصة الأساسية ممكن تاخد منك حوالي 30 ساعة أو أكتر بس إذا لعبت المهمات الجانبية ممكن تاخد حوالي 100 ساعة واللي بالمناسبة سكايرم وحدة من الإلعاب القلائل اللي أتقنت المهمات الجانبية وحتى في كتير منهم بتحس أقوى من المهمات الأساسية يا مطورين تعلموا من سكايرم سكايرم بالمختصر عبارة عن نيكوتين غير ضار إدمانية وممتعة وما رح تحسسك بالملل أبدا اشتركوا في القناة اللعبة اللي بعدها فولاوت 4 اعتقد انها غنية عن التعريف من نفس مطورين سكايرم بثزدا اما استفلنا كتير عليهم بسبب فولاوت 76 بفيديو العاب مكروهة واللي بصراحة بيستاهلوا هالشي بس فولاوت كسلسلة ما هي مكروهة ابدا وواحدة من اشهر العاب الار بي جي اللي الها قاعدة جماهرية عملاقة في الدول الاوروبية خصتها بالمختصر لازم تدور على ابنك المختطف اللي اختطفته جماعة غامضة من اللاب اللي كنت منوام فيه القصة ما هي كتير قوية بس في عندك الف شغلة تعملها غير القصة مثلا تنضم لواحد من اربعة فاكشنز موجودين في اللعبة المفضلين عندي هم Brotherhood of Steel ياخي بس انضم لهم من البداية خذلك درع حديدي وقفرهم الاخضر واليابس مثل ما قلت عن سكايرم فولاوت 4 نيكوتين غير ضار القصة الاساسية ممكن تاخد منك حوالي 30 ساعة بس انا متأكد لو ختمتها رح ترجع لتكمل المهمات الجانبية لانها رائعة فممكن تاخد منك حوالي 80 ساعة على اي حال هذا كان كنتش لفيد اليوم اتمنى يكونوا عجبكم لا تنسوا تتابعوني على السوشال ميديا الروابط تحت في الوصف ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس اشعارات ليوصلكم كل جديد كان معكم اخوكم ايمان محمد شكرا المتابعة والسلام عليكم